يا كريم خلينا أقول لكل جماهير النادي الأهلي أن اللقطات اللي حراركم مشايفينها دي لقطات خروج بعثة النادي الأهلي من المطار الكهورية الدولي عقب الوصول وهي لقطات حصرية فقط على شاشة قناتكو قناة النادي الأهلي تفضل يا كريم كمل كنت عايزة أسألك على الأحاديث ما بين اللاعبين في الطيارة كنت عبارة عن إيه وانتوا رجعين الحقيقة ممكن أنا كنت متواجد مع وليس سلمان وعحمد هاني حسين الشحاس صالح جمع كمان اللي ممكن كان خارج القايمة كترح كبيرة جدا من أمير في الملعب اللعيبة اللي كانت خارج القايمة كترحها قتل اللعيبة اللي في الملعب اللعيبة اللي كانت على ذلك كتطة المدرج كترحها قتل في الملعب وهي دي صر نجاح للنادي الأهلي يعني ه اه حاجة ما لعيبة تاتي واحتياطي. هي ظروف مباراة. الاختيار اكيد بيكون مطروف لجهاز الفني. مه. وده الامر مهم جدا في العيبة النادي. النادي الالي مختلف عن اي لعيبة تانية. لعيبة عندها هدف عندها. اي مبارا بتخش فيها عندها هدف الثلاثة بولط. اي بطولة بتخش فيها عندها هدف بطولة على البطولة. ايضا كمان من تولي البطولة الاعتريفالية العام سجل جمهور النادي الالي. مه. فمحتاج اينكار ذات كبير جدا ومجهود كبير جدا من كل اللعيبة وده اللي شفناه. وامور كانت الحمد الله ماشى فتاكنا رائع انضمن جدا للعياس النادي الاهلي. وكمان عايز اشيد الحياة امير طبعا. تعرف رحلتنا كانت درعاية سائرة. طبعا. طبعا. من الخرارات النادي الاهلي الحياة. امكانك ما عملت معنا مجهود كبير جدا. سواء رحلة التهاب او رحلة العودة ووفروا كل الامور الخاصة بي لعياس النادي الاهلي اللعيبة كانت سعيدة. وهنسوا منك لكابتن الخفيف كمان سلم درع. اه دي الكابتن طيار اللي كانت طبعا. ده اللي كانت موتواجدة معنا في المغرب حتى وصلنا الى هنا. الامور الحمد لله كانت ماشى بشكلة منظم جدا. تكتبات الادارية ما بيكون طيبة ما بيكون منظمة بيكون فيها خبرة. بتساعد بشكل كبير جدا على النجاح. فقط كلها الحمد الله رجع بسلام. رجعين معنا اه اول تسعين ديها الحمد كلها نتيجة اجابية. بالزبط. ان شاء الله بإذن الله تسعين ديها الجاية. ان شاء الله يكون مرسوب النادي الاهلي. ان شاء الله.